السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم بنا من كالرس فور لايف مرحبا فيكم في درس جديد للحرف اليدوية الدرس هذا بيخص تقنية من التقنيات المستخدمة عند العمل بالدايموند باينتينج أو كنفات الألماس حاجة جديدة نزلت في عالم كنفات الألماس اللي هي الستيكرات يسموها دايموند ستيكر هذا كرتونها متوفرة بمتجره حط لكم رابط المتجر تبعي في مربع الوصف أسفل الفيديو الكرتون هذا كانت بعد أميرة ديزني في له عشر أميرات تجيكي كده شريطتين طوال كلها جنب بعض بس أنا قصيتها على أساس أنه الطفل لما بيشتغل في واحدة ما بيعدم الباقية الستيكرات هادي يعني هي مخصصة أنه أنت تحطيها مثلا على كتب على دفاتر على فولدرات على التاب أو الجوالات على الكاسات لما استخدمتها في المرة الأولى ما حطيت عليها السيلنت السيلنت اللي هي أو سيلر السيلر اللي هو حامي أو واقي للخرزات أو الألماسات عشان ما تطيح فبعد فترة تنرف من الاستخدام وبالذات أنه التاب كان في يد طفلة طاحت الخرزات بتطيح بعد فترة من الاستخدام عادي هذا شيء طبيعي جدا أنت تخيلي ماسكة حاجة زي كده محطوطة وممسوكة في الستيكر بصمغ بس وفترة بعد فترة فترة بعد فترة مع الاحتكاك حتبدأ تطيح فبعد كده استخدمت اللي هو يعني غطيتها بطبقة واقية من السيلنت سواء كان صمغ سواء كان بخاخ وفعلا نجحت التجربة وقعدت الألماسات مع أنه أنا عملتها في تاب بنتي التجربة التاب بيترمى في كل مكان وسافر دخل في شنطة سفر وبيترمى في السيارة بيترمى في البيت بتعرفوا أنتوا كيف تابات الأطفال في كل مكان عادي جدا ما شاء الله دحين يمكن لها الستيكر على تاب بنتي يمكن ثلاثة شهور تقريبا ما طاح إلا واحد بس من رجلها لأنه ما كان عليه سيلنت زي الناس زي كده واحدة بس من هنا في إمكاني أرجع حطها تاني بعدين لأنه بيزيد الخرز اللي بيقعد مع العلب هادي بيزيد مرة كتير خلوه لا تضيعوا لا ترموه لأنه حتستفيدوا منه طيب حتقولي لي كيف طيب نحمي الألماسات من إنها ما تضيع سواء فيديو سابق هحط لك رابط الفيديو في مربع الوصف أسفل الفيديو إنه كيف تحمي لوحة كاملة باستخدام البخاخ واستخدمت يومتها هذا البخاخ اللي هو الفولك آرت وقلت لك تلاقيه في أي مكتبة توفر أدوات الرسم أو أدوات الديكوباج أو أدوات الفنية خلاص في ماركة تانية عندي شفت ناس مستخدمينها اللي هي هذه البتريشيا نيموكس البتريشيا نيموكس اللي هي بليد بس البخاخ اللي أنا هنا عندي مكتوب مات إذا عنديك الماركة هذه ومكتوب عليها غلوس زي هذه الكلمة غلوس هي دا يعني فيه ناس كتير يستخدمونه ومدحوا الماركة هذه سواء فولك آرت أو كلايد ما بتفرق الأتنين أنا متحصلة أشتريتهم قبل كده من جرير قالتني لا واحد من مكتبة الزامل واحد من جرير بس عموماً الأتنين تلاقيهم ولقيتها في مكتبة كانت جنبات أمي عادية حتلاقي حتلاقي المهم اللي ما أقدر يعني أقول أو أخفف من أهميته إنه هو يكون غلوس لإني جربت المات وطفالي لمعة الألماس بالكامل خلالي هي كإنها ورقة كإنه مطفي يعني كإني بطالع في ورقة ما فيها أي نوع من أنواع اللمعة هذا المات كلمة مات يعني مطفي M-A-W-T-E الغلوس هذه الكلمة اللي هنا الغلوس هي هذه اللي أنت مهمة تحتاجيها في هذه الحالة طبعاً تقدر تستخدم البخاخ مع السكرات ما في ضرر أنا جربت وينفع عادي بس هذه المرة حوريك لإنه سويت البخاخ قبل كده في فيديو سابق هذه المرة حستخدم المود بوج وهذا الأشهر هذا تلاقي في جرير العلبة هادي بـ 18 ريال أخذتها من جرير خلاص المهم أنه مكتوب عليه غلوس أو لستر خلاص المهم أنه غلوس فيه نوع تاني مكتوب عليه اكسترا غليتر أو اكسترا سباركل ما هي مشكلة ممكن تستخدميه بس المهم أنه مكتوب عليه غلوس الكمية اللي هتحتاجيها من الصمغ ده بسيطة لا تتعدل قطرة للاستكرة الواحد فيعني هتشتري هادي العلبة هيفيدك يعني في لوحات مرة كتير وأستخدمتها في لوحة كبيرة على فكرة ياخد وقت أطول ومتعب شوي أكتر في لوحة كبيرة على أساس أنك أنت تقعدي بالفرشة موزة البخاخ البخاخ أسرع بس يعني أنا بحب أوريكم إنه في خيارات أخرى غير البخاخ وشفت من الموت بوتج الجلوس هاد اللي هو ورقته أورنج بخاخ أيضا إذا قدرت تشتري بدل السائل برضو خير وبركة عادي كله زي بعضه أنا هنا عندي أربع مغليتهم بنتي أول شي في الموت بوتج أنا بالنسبة لي أحب أخبه خلاص اللي تحتاجي كمية جدا بسيطة في ناس تحب تخففو أنا في الدايموند بينتينج بالزاتة استكارات ما خففتو لأنه استكارات عليها ضغط في اللمس وفي المسك وفي كل حاجة يعني أنت محتاجة أنك أنت تحط عليها طبقة واقية كفاية يعني ممكن تحطي من الموت بوتج طبقة وترجع تحطي طبقة تانية لما ينشف فأنا حبدأ أحط مرة كمية بسيطة أول ما تبدأ تحطي ستلاحظي أنه اللونه تحول إلى اللون الحليبي السائل لونه زي اللون الحليبي لا تخافي حتلاقي أنه إيش كمية بحط بس أنت حاول أنك إيش تسحب كل الصمغ يعني لا تخلي كمية صمغ ما بين الخرزات سويت مرة زي كده اللي نتج أنه صار عندي زي زي المادة شبه شفافة ما بين الخرز وهذا شي غير محبب أنت تبغي طبقة خفيفة جداً بحيث أنها تتحول للون الشفاف لأنه أصلاً الصمغ هذا لما ننشف ينشف شفاف طيب فلا تشيليها أهم شي هادي الأجزاء اللي في الأطراف عشان إيش هي دي اللي ممكن تطيح مع الاستخدام بس هذا هو كل اللي تطلبه ما في أسرع من كده ولا ما في أسهل من كده بالزات في الاستيكارات أنا بسحب الزايد شايفة لأنه ممكن أستخدم طبقة تانية لكن من الأساس الطبقة الأولى لا تخليها مرة too much خلاص بس خلوني أوريكم شكلها من جريب في الكاميرا كاف عشان تشوف الفرق بين الاثنين واحدة بدون واحدة مع ولما انتينشف حاجة أوريكم كيف سر شكلها شايفتها هادي بدون وهادي مع لو تلاحظي زي اللون الحليبي الصامغ لكن لا تشيلها ما حينشف شفاف أنا حاستناها تينشف ما تاخد ولا ساعة ممكن في دال الحجم الصغير انتظري أتينشف تماما إذا تبيت حطي طبقة تانية استني أتينشف تماما وأرجع لك لما انتينشف تماما ونشوف كيف شكلها هنا جفت جفة الصامغ زي ما انتم شايفين وهذا صار شكلها لازال فيها اللمع في إمكانكم تحطوا طبقة تانية بس أنا ما أنصح بالنسبة لي أنا أشوف أنه الصامغ يؤدي نفس الغرض اللي يؤدي البخاخ البخاخ أسهل ويغطي منطقة أوسع يعني إذا كان عندك لوحة كبيرة أسهل بكتير بس لا تنسي البخاخ تحتاجي طبقة واثنين وثلاثة عشان توصلي للتغطية المطلوبة الصامغ أنا شايفة أنه من واحدة طبقة يكفي وبس هذا هو كان درس اليوم إن شاء الله يكون بسيط وسهل ودتكم فكرة كيف ممكن تتعاملوا معا كان في هذا الألماس إن شاء الله يعجبكم خلوني بس أوريكم التاب هذا هو التاب الاستيكر له ثلاثة شهور حاليا وزي ما أنتوا شايفين اللي طاحت هنا في وحدة في الطرف وهنا في وحدة تعرفوا مع الاستخدام وأنا ما كنت حطة طبقة كبيرة زي هذه يعني هنا الطبقة اللي حطيتها أقوى أو مو أقوى أكتر شايفين فهذا كله يرجع لك ويعود لك والاستخدامك الشخصي بس يعني أنت خلي في بالك إنه هاد الطبقة الحماية اللي أنا حطتها الآن في تاب جلس في يد طفلة عمرها خمسة سنين ثلاثة شهور وهو بيتخبط وبيترمى في كل مكان وبس نهاركم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر